لجنة عليا للموازنة خبر انتظره اليمنيون طويلا ويحمل من الدلالات ما يكفي على تعافي دور الحكومة ورسوخ أقدامها على الأرض بعد أن تجاوزت مربع المنفى إلى غير رجعة بين عامل انقلاب وعمل موازنة عامان ثاق خلالهم اليمنيون مرارة الغياب القسري للدولة وتسلط الميليشيا المنفلتة وعانوا كذلك من عاهات الانقلابيين وتجاوزاتهم وفسادهم الآمال المنعقدة على شروع الحكومة في إعداد الميزانية العامة هي امتداد الآمال التي انعقدت على عودة البنك المركزي إلى كنف السلطة الشرعية ذلك الانتقال الذي اكتنفته ظروف صعبة ورغم ذلك أسست عودة البنك لمرحلة جديدة تضاءل معها نفوذ الانقلابيين بعد أن أمضوا أكثر من عام ونصف من السيطرة على المالية العامة للدولة وخلال تلك الفترة خسر الناس رواتبهم وأحلامهم وأسس الانقلابيون اقتصادا موازن قائم على السوق السوداء والتهريب وأدخلوا الآلاف من العناصر غير الكفأة إلى أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية المراقبون يرون في خطوة الحكومة هذه تدشينا لسلسلة من الإجراءات العملية التي تعيد نفوذ السلطة الشرعية إلى الأرض وتوثق العلاقة بينها وبين الشعب اليمني غير أن الخطوة الأهم في نظر هؤلاء المراقبين ما تزال تتعلق بضرورة التقدم العسكري على طريق الحاسم الذي يعد ضروريا لإنهاء ما يحاول الانقلابيون فرضه من سلطة أمر واقع في الأجزاء الشمالية الغربية من البلاد عادت الأمور إلى نصابها وبات بوسع الحكومة أن تستعيد قدرتها في إدارة المالية العامة للدولة والشرع في إعداد موازنة للعام المالي القادم 2017 موازنة قال عنها المتحدث باسم الحكومة راقح بادي إنها ستكون للدولة اليمنية بأكملها دون استثناء فالحكومة الشرعية متزمة ومسؤولة تجاه كل اليمنيين أينما كانوا فرق شاسع بين من يعيد بتحسين أوضاع الناس وبين من يعيد بالمزيد من الخطوات الوحادية الجانب التي تكرس الإنقسام والحروب والفوضى إنه الفرق بين الحكومة والإنقلابيين حتى تحقق حتى يتحقق المصر واشتعادة الدولة موسيقى موسيقى